بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معنا في قناتنا قناة أمين الزار لتعليم دروس الفوتوشوب والمونتاج وغيرها من المعلومات التقنية إذن تكمل لدروسنا لدورة الفوتوشوب سيسي اليوم سنتطرق إلى درس كيفية استعمال المسترى وما هي خصائصها إذن نذهب إلى جلب صورة معينة نذهب إلى فيشي أفرير نختار صورة نضغط عليها إذن هذه الصورة كما تلاحظون الفوتوشوب يعني معظمهم يكون بلا أمسترى كيفية جلبها نذهب فقط إلى هذا المكان عفوا نذهب إلى هذا المكان أفيشاج تجدون إحداث 3D نضغط أفيشاج ننزل إلى الأسفل تجدون راقل أو تضغطون على كوموند أر أو كونترول أر في الويندوز نضغط نراحظون أن المسترى قد ظهرت ها هي المسترى إذن المسترى نحتاجها في تأديل المقياس الصورة إذا أردنا في المسترى ما عليك فقط أن تذهب إلى الفقرة هنا تضغط على أمين الفقرة تجد أن هناك احتمالات يعني بيكسل بوس سنتيمتر مليمتر والبوين وبيكس بيكاس والنسبة المئوية إذن معظمها تأتي بالبيكسل كما تلاحظون ما عليك فقط أن تغير إما سنتيمتر أو المليمتر المعظمنا نستعمل سنتيمتر والمليمتر نستعمل مليمتر نضغط على مليمتر كما تلاحظون أصبحت الآن بالمليمتر إذن كيفية استعمالها هنا يعني هذه في الحالة الطبيعية نستطيع أن نضغط في هذا المسترى بالفقرة ثم نسحب إلى الأسفل تلاحظون خروج خط وهمي ها هو هو خط وهمي ليس موجود حقيقة في الصورة فقط هو لتعديل الصورة يعني لكي ساعدك لتعديل الصورة ها هو الخط الوهمي كما تلاحظون من هنا ومن هنا أفقي يعني vertical و horizontal فائدة هذه الخطوط الوهمية يعني تستطيع أن تكتب في أماكن معينة أو ترسم أشكال في أماكن معينة في الصورة يعني لكي تحدد المسافات ونستطيع أن نأتي بكم من واحدة كما تلاحظون وتختار التي تريد ها هي تشكل يعني يعني أمور وهمية الخطوط وهمية إذن إذا أردت أن تسحبها أو ما تستمسحها فقط نذهب إلى أفجاج نفس المكان تجدون في أسفل هذه المكان تجدون إفاصيل نضغط هنا تجدون أنها اختفت إذن هناك إذن نذهب إلى أفجاج تجدون نوفو ريبار نضغط هنا هنا نوفو ريبار تجدون خارجة لأني هذا تابلون نوفو ريبار تجدون هوريزونطال فرتيكال للبوزيزن إذن إذا أردنا أن نقسم صورة بالمقياس الصحيح في النصف الصورة ماذا نفعل؟ نستعمل أسهل طريقة هي إما أن نقوم بحساب من السفر إلى 300 مليمتر أو نكتب يعني مثلا 50 ونضغط بالمئة نضغط أوكي تجدون الخط الوهمي ظهر في أوسط الصورة نعيد الكرة يعني هوريزونطال في شي نوفو ريبار نضغط هوريزونطال نكتب 50 بالمئة نضغط أوكي تجدون أنه قد أنصفت يعني إذا أردنا 25% تأتي هنا إذا أردنا 50 75 وهي هكذا إذا نرجع في أفشاج تجدون أيضا نوفو نضغط عليها تجدون هذا التابلو نخرج لكم هذا التابلو لاحظتم أن هناك خطوط وهمية متناسقة كثيرة تستطيع أن تختار أو باردفو يعني هناك 12 كولون و 16 كولون و 24 كولون يعني هذه موجودة في الفوتوشوب نرجع إلى ثمانية أو تستطيع أن تتحكم فيها في عدد الكولون إذن وهي المسافة التي تجدون بين الكولون هي كما تلاحظون تعدل عليها هنا أما إذا أردت أن تل مرج كما تلاحظون الكولون أما المرج فتلاحظون أنها أتت بالزاوية الصغيرة يعني في الحفة لكي تستطيع أن تعمل على الصورة يعني في حالة الطبعة يعني من الأحسن أن تضغط عليها وتحدد يعني المسافة بين طرف الصورة عند انتهاءها و غيرها إذن كولون فون تراز إفاصل لربار كل شيء يعني موجود كما تلاحظون إفاصل لربار ها هي لربار يعني كما تلاحظون الوهمية اختفت يعني بالممارسة تستطيع أن تفهمون فيها أكثر هناك أيضا هنا خطوط وكذا إذن نرجع إلى أفيشاج هناك أيضا فروي لربار ما معنى هذا يعني إذا قمنا بالعمل عليها كما تلاحظون نستطيع أن نعدل عليها بالضغط في هذا المكان في السهم كما تلاحظون بالضغط على V في الكرافي إذا ذهبنا في المستران نجد أن نستطيع أن تحكم فيها يعني هذه حتى تشكلني عائق يعني بالفوتوشوب كل يعلم بالفوتوشوب فيها عمل كثير ممكن أغير في نمسك هنا أو أغير في هذا يعني أثرة خطأ إذا نذهب إلى عفشاج نضغط على فيروي لربار كما تلاحظون لا يصبح الآن وهمي مئة بالمئة لنستطيع أن نتحكم فيها فقط في الصورة فقط نرجع ونضغط أو نديكوش يعني نعود سحب الإيربار وأستطيع أن تحكم فيها مرة أخرى إذن هذا كل شيء أظن أن هناك فكرة أخرى لا أعلم تستطيعون يعني أن تستعمل هذه الميسترة أيضا في رسوم أشكال مثلا تضغطون في الشكل ترسمون أمور مهمية ثم تضغطون على كما تلاحظون مربع يعني بالحسابات الميسترة تستعيد كثيرا خاصة أصحاب الفوتوشوب خاصة أصحاب الذين يرسومون أشكال وأمور أخرى إذن أرجو أنكم قد استفدتم من هذا درس لا تنسوا الاشتراك والضغط في اشتراك أو سبسكرايت أو أبوني في قناتنا قناة أمين الزار هكذا لكي يصلكم كل جديد وكل دروس نبه إذن الله لا تنسوا دعمنا باللايك والكومنت ولمن لدي أسئلة خارج مجال الفوتوشوب أو المونتاز ما عليه فقط أن يكتب ويسأل ولا يبخل نفسه فهذه الأمور يعني ممكن تستعملها في حياتك أو في عملك أو في مستقبلك بإذن الله أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دروس أخرى بإذن الله